تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من مخدراء الهيروين والحشيش والأسلحة النارية والذخائر في حملة أمنية مكبرة لمكافحة المخدرات بمحافظة طي الجيزة والإسكندرية المزيد في سياق التقرير التالي لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري وتجهد طموحات شبابه فإن وزارة الداخلية تجابه عمليات الاتجار وحيازة المواد المخدرة بكل حسم للوقاية من أخطارها واتساقا مع هذا النهج واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حمالاتها لتصفية البؤر الإجرامية التي تأوي عناصر خطرة تتاجر في المواد المخدرة فقد قامت الإدارة بعدة حملات نوعية بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية استهدفت عناصر من ذوي الصوابق الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة الحملات التي جاءت بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة فاعلة من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومدريتي أمن الجيزة والإسكندرية حققت نتائج إيجابية كبيرة فقد أصفرت عن ضبط ثمانية من العناصر الإجرامية ستة منهم بمنطقة البراجيل بالجيزة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة حيث تم ضبط أكثر من أربعة كيلو جرامات من مخدر الهيروين وبندقية آلية وطبنغتين والمئات من الطلقات النارية وثماني خزن سلاح ناري وأجزاء من أسلحة ونظارتي ميدان وسيارة وهواتف محمولة بينما تم ضبط اثنين من هذه العناصر بالعامرية بالإسكندرية وبحوزتهم ثمانون طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ورشاش ومبالغ مالية لتؤكد هذه الضربات المتتالية ضد تجار المواد المخدرة على مدى يقضت أجهزة مكافحة المخدرات ووقوفها بالمرصاد لتجار وحائز المواد المخدرة لإحباط مخططاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر